موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة طلبة الصف الثالث درسنا لهذا اليوم مناقشة درس أسنان السليمة نبدأ أولا بقراءة الجزء الأول من النص أسنان السليمة مسح أنس الغبار عن مصباح قديم خرج منه مارد وقال له ماذا تتمنى يا أنس؟ قال أنس أتمنى أن تختفي فراش الأسنان فأنا لا أحب تنظيف أسناني قال المارد أمرك يا سيدي نأخذ معاني المفردات الجديدة كلمة مسحة مسحة معنى كلمة مسحة أزال أزال الغبار أو بمعنى نفض الغبار إذن مسحة بمعنى أزال كلمة المارد من هو المارد؟ إنه في الصورة ذكرناها في التحدث هذا هو المارد وهو شخصية خيالية تخرج من المصباح إذن المارد هو شخصية خيالية تخرج من المصباح مهمتها تنفيذ طلبات من يمسح الغبار إذن يا ثالث ماذا فعل أنس بالمصباح؟ أحسنتم قام بمسح الغبار عن ماذا خرج من المصباح؟ أحسنتم خرج منه مارد شخص عملاق يلبي الأمنيات ماذا تمنى أنس من هذا المارد؟ أحسنتم تمنى أن تختفي فراش الأسنان راحز يا ثالث ما تمنى أنس اختفاء فراش الأسنان تمنى شيء ليس خيرا للناس لأن فراش الأسنان مفيد في تنظيف الأسنان الآن لماذا يتمنى أن تختفي فراش الأسنان؟ لماذا؟ أحسنتم لأنه لا يحب تنظيف أسناني الآن ما واجب المارد الآن؟ أحسنتم قال له أمرك يا سيدي يقوم بتنفيذ طلبات أنس الآن إذن خرج المارد تلبية طلب أنس باختفاء فراش الأسنان لنأخذ كلمة وضدها مثلا كلمة قديم ضدها كلمة جديد خرج أحسنتم دخل أحب أكره أحسنتم لنأخذ الأفعال الماضية مثلا مسح مسح وانتهى خرج أحسنتم قال الآن أفعال مضارعة مثلا الفعل أتمنى ما زلت أتمنى أحب أحسنتم الآن جملة استفهام ماذا تتمنى يا أنس أحسنتم كلمات تدل على جمع التكسير هل وجدتموها؟ نعم فراشي مفردها فرشات أثناني مفردها سن والإثنتان جمع تكسير أيضا هناك أسلوب نداء مثلا يا أنس يا سيدي أحسنتم إذن فقر الأولى تلبية طلب أنس في تختفاء فراش الأسنان فقر الثانية كم كانت فرحة أنس حين اختفت فرشاته لكنه بعد أيام أحس بألم في أسنانه استحبه والده إلى طبيب الأسنان أخبره الطبيب أن أهالي الحي أيضا يعانون آلاما في أسنانهم نديم أنس وأسرع إلى المصباح وطلب إلى المارد أن يعيد فراشي الأسنان وعده بتنظيف أسنانه يوميا نأخذ معاني المفردات معنى كلمة أحس أحس أحسنتم معنى كلمة أحس بمعنى شعر أحس شعر كلمة بألم بألم الألم هو أحسنتم بوجع بوجع استحبه والده طبعا إحنا أخذنا هذه الكلمة سابقا كلمة استحبه بمعنى رافقه رافقه أيضا من هو الحي؟ الحي هو عبارة عن آية ثالث الحي عبارة عن منطقة سكنية منطقة يسكن فيها مجموعة من السكان الآن الكلمة الأخيرة يعيد يعيد أحسنتم يرجع يعيد بمعنى يرجع إذن معنى المفردات بشكل سريع أحس بمعنى شعر بألم بوجع استحبه رافقه الحي عبارة عن منطقة سكنية يعيد أي بمعنى يرجع الآن لنناقش الفقر الآن السؤال الأول بماذا شعر أنس حين اختفت فرشاته؟ بماذا شعر؟ أحسنتم شعر بالفرح الشديد لأنه تم تلبية طلبه الآن لماذا ندم أنس على ما تمناه على الرغم من فرحه؟ أحسنتم لأنه شعر بألم في أسنانه شعر بوجع كبير في أسنانه ولاحظنا في الصورة السابقة كيف هو يبكي من شدة الألم أيضاً ليس هو فقط وإنما أهالي الحي الذي يسكن فيه أيضاً يشعرون بآلام في أسنانهم بوجع في أسنانه إذن هو وأهالي الحي الذي يقطنون به بما أن الإنسان يشعر بألم في أسنانه إلى أين يذهب؟ أحسنتم إلى طبيب الأسنان مع من ذهب أنس إلى عياد الطبيب الأسنان؟ أحسنتم يا ثالث إذن ذهب مع والده لاحظ يا ثالث على الرغم أنها كانت أمنية إلا أنها تحولت إلى إلى ألم وجع ليس لوحده وإنما لأهالي الحي لذلك علينا يا ثالث أن نفكر بالآخرين قبل أن نتمنى شيئاً يجب أن يكون خيراً للجميع الآن عندما أقوم بعمل شيء خاطئ الإنسان يشعر بماذا؟ أحسنتم بالندم كيف يصحح هذا الخطأ الذي ارتكبه؟ أحسنتم ذهب إلى المصباح وطلب إلى المارد ماذا؟ أحسنتم أن يعيد فراش الأسنان إلى جميع الناس إذن صحح خطأه بإعادة فراش الأسنان إلى أهالي الحي بماذا وعد أنس المارد؟ أحسنتم رائعين وعده بتنظيف أسنانه يومية وعليكم أيضاً يا ثالث تنظيف أسنانكم يومياً كأنس حتى لا تشعرون بألم في أسنانكم الآن نأخذ بعض الكلمات كلمة وضضها مثلاً اختفت أحسنتم ظهرت اختفت ظهرت الآن لنأخذ كلمات تحتوي على التنوين سبق ذكرنا قاعدة التنوين في الحصص السابقة كلمة أنس سكنها أنس أيام أيام بألم بألم يومياً يومياً أحسنتم الآن كلمة فرشاته على من تعود لها؟ أحسنتم فرشاته من؟ تعود على أنس كلمات تحوي همزة وصل مثلاً كلمات استحبه كلمات تحوي همزة قطع مثلاً كلمة أنس أحس أن أخبره كلمات تحوي همزة مد رائعين كلمة آلاماً آلاماً رائعين يا ثالث الآن فعلاً من الأفعال الخمسة هل هناك فعلاً من الأفعال الخمسة؟ رائعين كلمة يعانون يعانون الفعل المضارع يعاني المفرد عندما أجمعها تصبح يعانون هل هناك كلمات تدل على جمع التكسير؟ أحسنتم كلمة أهالي مفردها أهل أيضاً كلمة أيام مفردها يوم أحسنتم يا ثالث الآن عن ماذا يتحدث النص الكاملاً؟ أحسنتم يتحدث عن أهمية تنظيف الأسنان والمحافظة على تنظيفها يومياً أيضاً علينا مراجعة طبيب الأسنان عند الشعور بالألم وأيضاً علينا أن نتمنى دائماً الخير للآخرين ولا نبعث بالمضرة لهم أشكركم يا ثالث أتمنى منكم قراءة النص قراءة سليمة ومعبرة ثم تقومون بنسخ النص بخطوطكم الجميلة أشكركم دمتم سالمين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة